العالي. لنبدأ مع معض المحاضرة كده السلام عليها الحمد لله السلام على اللهم. انا همشي معكم في المحاضرة إن شاء الله في الليل اللي حد عنده اسئلة. وبعد كده بلد ما عريد أحل معكم اسئلة من الأسئلة بringم تحلات سنين اللي فاتت. ولو في وقت إن شاء الله في الاخر بلد ress personas مع بعض. احنا بدأنا أصلا في المرة اللي فاتت. وزي ما قلت لكم يا الثاني الحاجات اللي هي related للفيزيكس. دي بس مش هيتساير عليها في الامتحان. دي عشان دي بقى انت عندك بس فهم أعمق شوية للطوبيكس يعني. لكن مش هسعلك عليها في الامتحان. احنا التركيز بتاعنا في الكورس على اللي هي اللي هي اللي هي اللي هي وزي احنا عندنا موينة زي انا نستفيد من اللي احنا شرحناه ممكن المرة اللي فاتت وكنا وقفنا عند اللي ايه? عند الدفايس كاركتوريستيكس. الحدي عنده سعار في الجزء ده يا شعب. شايفين السلايز بتاعتي? حدي عنده سعار في الجزء اللي هو قبل. قبل الموضل والسيمبولز. حسن عنده سعار خالص ده مؤشر كويس ان انتو الحمد لله فهمين وشاطرين ولا ولا معنى انتو مضايقين خالص فمش عارفين حتى تسألوا في ايه؟ يعني اوه معنى ان احنا عارفين اللي حراك قلتو في المحاضر بس مش عارفين متأكدين ايه الحاجات كلها يعني اللي احنا عارفينه ده كل حاجة ولا لا? يعني اللي تقال انتو اهميه كويس. ده الحد ذاته حاجة جميلة كويس جدا ممتاز. الحدي عنده سؤال في الحاجات اللي موجودة في السلايز. حنحل مع بعض اللي كمان في اللي يعني حنفح نفتح مع بعض المتحان نشعب ضع ونحل مع بعض. ووريكم ازاي يعني نتفكر في المسائل وكده. بس يعني ايه خلييني ايه خلييني نتأكد انتم فاهمين السلايز كويس. حان دراتي ما فيش مشكلة. طيب ممتاز. فزي ما انتو هذا الفندامينتال فانكشن بتاعت الترونزيستر هي انه هو عبارة عن فولتش كنترول كرينت سورس. انا عندي كرينت سورس. زي ما انا مرة فاتت ان الكرينت سورس ده اصلا مفروض انه هو يبقى يبقى مؤين. بالشكلة لها. انه هو دي بندانت ده بيعتمد على حاجة. على فولتش. ده ده كونستن طبعا. بالتي تي يعني او كونستن. والاي قصة برضه ده كونستن. لكن ده مش دايره بتاعتي. ان عندي بيعتمد على فولتش موجود في الدايره. اللي هو الموجود فيه. اللي موجود بين البيز والأيم. اللي موجود بين البيز والإماتر. اللي هو الفي بي اي. عشان كده قلنا انه هو فولتش كنترول. الرمادي ده ده بس عشان يربط لك الموديل بالأكتشوال سيمبول بتاعت الدفايس لكي أنا أكيد الرمادي ده مش موجود يعني هذا الموديل ده بيريبليس الترانزيستور نفسه كمان ينفعش أن أحط الموديل وكمان استعمل الترانزيستور طبعا ما ينفعش أنا بريبليس الترانزيستور بالموديل كمان؟ بس هنا بس مجرد للايه للتوضيح معناها أنه أنا عندي كارانت سورس زي ما أجدتنا قبل كده الـI-V characteristics سيكون كارانت سورس وأن كارانت يبقى كونستن سابت ميتغيرش مع الفولتش فهو ده اللي عندي بالزبط هنا أنه أنا عندي كارانت سابت الـI-collector سابت ما يتغيرش مع الفولتش الفولتش اللي هو إيه؟ اللي هو الـVoltage الـCollector الـB-C هنا نعم؟ نحن بيتغير بقى مع الإيه؟ مع الـB-B-E لأيه؟ عشان هو دفاندان وبالتالي كلهم بحط الـB-B-E مختلف كل ما حاليا يطلع لي كارانت سابت مختلف جميل؟ طيب والـDependency اللي موجودة هنا علاقة الـExponential كيف تعطي الضغط بالزبط وبالتالي الـIC versus الـB-B-E اللي علاقة الـExponential كما أنتم عارفين وشايفين حلوة سبب؟ طيب جميل فالـRegion اللي هو يشتغل فيها كـPoltage Control بـCaram-Tools اللي هي اللي نسميها الـActive Region وهي اللي احنا عايزين باياس فيها الترانزيستور اللي أنا عايزي أستعمل الترانزيستور بتاعي كـAmplifier اللي أنا عايزي أستعمله كـAmplifier بعمله باياس في الـA بعمله باياس في الـActive Region الاستخدام أصلاً الـBGT في الـDigital circuits حاليا اللي أنا أحب بقى نادر جداً لأن الـCircuits Collapse تعمل في الـMOSFET الآن زي ما نأخذ مع بعض إن شاء الله نأخذ مع بعض الـMOSFET أيضاً اللي هو النوع الثاني من النوع الترانزيستور والأكثر شيوعاً بعد الآن خاصة في الـDigital A في الـDigital فهنا مفهوظ أن أنا أجدو عندي الـBase Junction Forward الـBase Junction Reverse والـCondition المهمة اللي نحن بنعمل الـBase Junction أكبر من الـBase Junction لأن أنا محتاج هنا حد أدنى من الـVolt عشان يبقى عندي وظيفة الـBase Junction لو الـVolt L عن القيمة دي بيبدأ الـBase Junction وسألتها بقى الـBase Junction هنا بيتغير يعني بيتغير يعني بيتغير يعني بيتغير يعني بيعتمد على الـBase اللي معناها إن أنا ما بعش عندي خلاص إيه ما بعش عندي current source فلو الـCondition ده مش متحقق يبقى أنا كده مش شغال في الـActive Region وهبقى شغال بقى في الـA في الـStaturation Region وهيبقى الـBase Junction بتوه ايه الـCondition ده معنا الـBase Junction مفيش أي current ماشي عندي خالص في ايه في الـDial يمين؟ طيب فلنجي بقى ناناليز الـDial بتاعتنا بنعمل خطوتين بنستعمل فكرة الـSuperposition اللي احنا كنا شرحناها قبل كده فكرة الـSuperposition بتخليني أن أقسم الـAnalysis بتاعي الـLarge Signal Analysis وSmall Signal Analysis بحل الدائرة مع روتين مرة Large Signal Model ومرة Small Signal Model زي ما عملت بالظبط لما قلت بشتغل في الـA في الـDial الـLarge Signal Analysis وفي الغالب بنعمل مع الـDial بتاعتنا عشان كده بنسميه ومرة Small Signal Analysis دقائق الـAC signal اللي احنا عايزين نتكبارها بقى فبنسميه الـAC Analysis فبعندي يا عندي DC Analysis للدائرة وAC Analysis الـDC Analysis الـDC Analysis الهدف منه اللي ماشي في الـDevice والـVolt اللي على الـDevice اللي هم حيضموني دي طبعاً نوعش عقال زي ما ادفعنا في الـActiveA في الـActiveAge فده بالنسبة للـDC Analysis بعد ما خلص بقى الـDC Analysis وحسب الـOperating Point بروح بقى استعمل الـDC Analysis أو الـSignal Analysis عشان نحسب الـGain أو التكبير بتاع الإيم بتاع الـAmplifier بتاعي طيب فبنسبة للـDC Analysis حدا عندي سؤال؟ حسنا فلو احنا خلناها بقى بطريقة رياضية زي ما انا موضح حينا بقى فـ6 Unknown محتاج 6 Equations دي 6 Equations دي 6 Equations اللي أنا محتاجهم تعاني KCL و KVL الـBasic اللي على الـDevice نفسه KVL في الـInput Loop في الـOutput Loop دي اسمع الـInput Loop لان انا في الغالب بوصل الـInput بتاعي من الناحية دي ودي اسمع الـOutput Loop لان انا في الغالب باخد الـOutput بتاعي على الـInput يعني من الـInput من الناحية تمام؟ وبعد كده بقى 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 هل انظر الـ بقى كندما أرقب منها. كندما أرقب من الـ أرقب من أنه كان ماذا ؟ كندما أرقب منها ما يجبني كندما أرقب منها لك الآن سأرقب من الـ الـ أفضل نواة الـ سأعمل الـ سيراك وحط شرط وحط شرط وحط شرط سيركت الضويد عشان يكون الان يبقى الـ current لازم يكون ماشي في الاتجاه ده صح؟ هذا الضويد بتاعي كان مابول هنا اهو الـ current لازم يكون ماشي في الاتجاه ده هذا الـ current يساوي كم؟ current يساوي الـ input على الـ resistance تمام؟ حسنًا عشان الـ assumption ده اللي أنا عملته يكون بالد لازم الـ current يكون بالموجب يبقى أنا لازم من ده يكون أكبر من الايه؟ من الصفر يبقى ده معناه من الـ input 300 يكون أكبر من الصفر فهو ده الـ condition بتاعي عشان فعلاً الـ diet يكون ايه؟ عشان فعلاً الـ diet يكون on ده اللي تشكل انا حتاكت عمله هناك جميل؟ طيب أنا بقى بالنسبة للبيجي تي البيجي تي لما أفرض ان هو شغال في الـ active region يعني هو شغال في المنطقة ده ايه ده الـ active region وهو شغال في المنطقة ده كده اهو هنا في الحتة دي طيب عشان هو يشتغل في الحتة دي يبقى أنا فرضت ضمناً من الـ VCE بتاعي أكبر من القيمة دي اللي هي اللي نسميها الـ VCE مثلاً لسه ما حسبش الـ VCE أصلاً فأنا بأفرض ان هو شغال في الـ active region وأروح أحسب الـ VCE وأتأكد بقى ان هي فعلاً أكبر من الـ VCE واضحة؟ طيب الـ O.2 دي اتأكد اي رقم أم لا؟ لأني ما بتبقى معروفة؟ الـ VCE أصلاً ده رقم زي كده الـ On Voltage بتاع الـ Diad تمام؟ الـ On Voltage بتاع الـ Diad بيستغل كام بيعتمد على الـ Fabrication بتاع الـ Diad وزي ما احنا اخذنا مع بعض يعني في الـ range ما بين مثلا الـ .6 في الغالب والـ .8 volt ممكن يزيد ممكن يقل بس هو حاجة في الـ range ده نفس الحكاية برضو الـ VCE أصلاً دي بتبقى حاجة في الـ range مثلاً من .1 إلى .3 volt في الغالب تمام؟ نحن لا يوجد قانون ولا حاجة بتعتمد على الـ A على الـ Fabrication بتاع الـ Transistor وده حاجة انت ممكن تعمل لها Assumption يعني لو انا ما تتحلكش بتعمل لها Assumption يعني لو انا ما تتحلكش الـ On Voltage بتاع الـ Diad ممكن تعمله Assumption بتقول انها مثلا .7 volt أو .8 volt نفس الحكاية الـ VCE أصلاً لو انا ما تتحلكش ممكن تعمل لها Assumption 0.1, 0.2, 0.3 مش هتفل لو انا نتحلك ستستعمل القيمة أنا ما تتحلك تمام؟ نعم كاشم مثل المكتوب هنا هذه كذا الكلام هو مكتوب هذه قيمة الـ VPE On وهذه قيمة الـ PCEA وهذه قيمة الـ PCEA وهذه قيمة الـ PCEA هذه ليست قانونة موارد الـ PCEA التي تبقى موجودة نعم؟ 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 نعم 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 واضح يا شباب؟ حدا مش فاهم ازاي بنحل طيب لو انا جيت بقى اعمل للشيك بتاعي لقيت الشيك مش رغال زي الاكزامبل ده كده لقيت الشيك مش رغالي بقى خلاص الاسمشن بتاعي كان غلط انا عملت خليت الدايرة لقيت الحل بتاعي مش بيتوافق قوصي ماعي تاعيشن شده بقيت مع الاسمشن الغلط طيب اعمل ايه روح تاتيشن ثاني هاته جيشن الاسمشن ثاني إن بي سي اسو savior لما اعمل obti اللق unterstüt وحل الدايرة ارجع الآخر اعمل تتشيك ايه اللقاء بتاعي لكن بسيوم الاكزام بالسيوم ان ابت Quan اتاكد إدا من الاسمشن uh اصغر من الطعبة الله طب اram ايه معنى ال شك ده مثل ما رأينا هنا مفروض هنا هنا لو انا في الحتة مفروض ان مفروض ان إيباس طيب لما ادخل في مفروض ان مفروض ان إيباس والعكس اصلا لماذا؟ اصلا ندفعنا فكرة قد يتحمل الترانزيستور انه هو المملفة لقبضة سيسرق الباز بفكرة عمل الترانزيستور بدلا ما يمشي في الديد لا يمشي كده المملفة لقبضة من باز المهم ان لو انا دخلت في الهن من حصل ان الاول GS ساوية تقبل في الأول. سيحدث أن I collector سيقل وال I base سيزيد. لو كتبت هذه العلاقة أنا الأول كنت I C على I base بيسوي بيتا. هذه العلاقة الأديمة. عندما هذا يقل و هذا يزيد القيمة بتاعتي أصغر من البيتا والأكثر من البيتا طبعا ستبقى أصغر من البيتا أصغر من البيتا وهذا كونديشن بتاعي. نتأكد أن I C على I base أصغر من البيتا فقط كده. واضح؟ فهو هذا الشكل المفروض أعمله هنا. بعدما خلص الاناليسس فأنا هنا طلع معي أن I C ب .96 وال I base .64 طبعا .96 على .64 طبعا أصغر بكتير من البيتا. البيتا بتساوي كم؟ البيتا في المثال ده بتساوي مية. برضو البيتا ده معاش قانون. ده رقم بيعتمد برضو على الترانزيستور بيعتمد على الحرارة بيعتمد على الكرانت بيعتمد على ترامترز كتيرة جدا. ولكن اللي يهمني في الحقيقة دائما في الترانزيستور أن يكون البيتا بتاعتي كبيرة. يعني زي ما أنا فكرة الترانزيستور أن البيتا يسرق البيتا فده معناه أن البيتا يكون أكبر بكتير من البيتا فهو ده اللي يهمني في الحقيقة أن البيتا تكون أكبر بكتير من الواحد. ده اللي يهمني عشان تحقق أي كونديشن ده. لكن المفروض الدزاين بتاعي لو هو دزاين كويس ما يعتمدش أصلا على البيتا لأن البيتا ما بتبقاش دقيقة ما بتبقاش دقيقة. كنا مثلا بقولك افرض في المسألة من البيتا بمية من البيتا بمية وخمسين من البيتا بمتين من البيتا بخمسين دي كلها فرد بديه لك عشان تعرف تحسب أرقام والأرقام دي تصطلع عنها كل لدينا أجابات زي بعض. لكن في الحقيقة البيتا ما بتبقاش رقم إيه رقم سابد بتبقى زي ما قلنا بتعتمد على قرامتر كثيرة وتعتمد على تغير مع تغير الحرارة وتغير مع تغير مع تغير مع تغير مع تغير مع تغير إلى آخره. ماذا يا شباب؟ طيب. ده اجزامبل بقى الثالث على ال-off احنا كده خدمنا اجزامبل على ال-active mode اجزامبل على ال- saturation اجزامبل على ال-off هم هؤلما الثلاث موات بتوع العيد ال-three mode بتوع ال-BGT بڑا بڑا 좋아요 بڑا بڑا حتى worldview ال تعتمد من هنا طيب 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 معين على السيركت بتاعتي إنه البي بي إي ده مشاراً بيبقى الدايرة بتاعتي برضو بتحقق الخط ده فبالتالي الحل بتاع الدايرة هو تقاطع الخطين وانتو فعارفين فكرة الجرافية عن عرس دي الفاميليا ربيع من دمين لو أنا عايزة حلو معادلتين سيباكتين ياسر فإيما بحلوهم أناليتيكال يوم بحلوهم جرافيكال أناليتيكال يعني بعوض جرافيكال برسم من معادلة الأورنية برسم معادلة التانية والتقاطع بتهم هو السيليوشن صحي يا شباب؟ هذه فكرة الجرافيكال أناليتيس إن أنا برسم الكيرفات اللي المفروض الدايرة بتحققها في الآخر عبارة عن معادلة المعادلة دي بدل ما أنا عملها أبروكسيميشن برسم الكيرف وحل الطريقة الجرافيكال إن هي دي الفكرة كانت أنت سعيد دكتور مران تسأل صدنا وفي الجراف اللي فات أنا كنت شايف إن فيه كيرف يعني بيقاطع الخط المايل في جزء من الساتيوريشن هل فيه أصلا الشانسيستور زي بتتصمم على السنة تشتغل في الساتيوريشن؟ موضعاتنا أعتمد على الحسب أصلا قيمة الفي بي إي يعني لو الفي بي إي بالقيمة دي ربها هتبقى هي دي لو بريتنج بوينت لو الفي بي إي بالقيمة دي ربها هتبقى هي دي لو بريتنج بوينت صح؟ يعني هي مش هتفرق هو شغال في أكتف مود أو ساتيوريشن؟ هتفرق هتفرق يعني في الفي بريتنج بتاعته أكيد لو أنا عايز لو أنا عايز استعمله كامبريفاير لازم أشغله في الأكتف مود تمام؟ شكرا يوجد بروس إيه من عزيات مודעن في عجل غير إلى مبق certo الع through ذكرت بقى على البيتة وزاي البيتة حاجة اسمها الاتش برامتر طريقة الموديل بتاع السيركت يعني مش مهم بتشغلوش بالكو بيها هامي احنا هي بنسميها البيتا وخلاص الارقام زي عامل شاكين بتباري فاريشن جامد مش بنكلم في فاريشن صغير لا فاريشن يعني سريه اكس في الحقيقة مع التمبراتور وبرضه فاريشن يعتبر كبير مع الكلامد فالجود بايسن هي مفروضت ان هو يخلي الدائرة ما اتعتمدش على حاجات تتغير وانا velocidade بتلاقي تبقى روبست يعني تتشتغل دايما ما حصللش فيها مشاكل مش تتشتغل شوية وتعلق شوية وبالتالي مفروض ما اعتمدش ولا على الان 촉걸َ اللي هي عملية التصنيع ولا على moż olhar يعني ايه ؟ ا正acting الي البروتrisingه فاريشن لو حصل فيه Alreadyoffs لو حصل فيه حصل فيه اهمم ؟ أول أول والبولتج يعني حينها بعض المصطلح الشهير يعني بيستعمل كتير قوي في عالم السيركي تسياني أن انت تعيز الدايرة هذه البروست والبولتج 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 شو بدأنا بقى نحن نتصص الدايرة تاعتنا حتى حتى ونتهم كل ألم أنت بيعمل إيه في الدايرة تمام؟ فكل رجزتور أنا بحطه ليه وكل بولتج أنا بحطه ليه وفهم دارة بتاعتي واحدة واحدة تمام؟ لحدا لما وصلنا في الآخر إن إيه؟ إن الري دي بتطلع على الوظيفة مهامة نهاية بتختلف البياس بوينت بتاعتي ما بتعتمدش اعتماد كبير على البيتا بتقلل البيتا تمام؟ طيب بين عنده أسئلة يا شباب مش معقولة ما فيه شباب واحدة عنده سؤال يعني ما أعلمش هاركة إزاي بتحكم في التمبريتشر وأنا بعمل ديزاين للحاجة أنا بحاكم في التمبريتشر في الحقيقة بس أنا عايز الدايرة بتاعتي تشتغل عند الديفرون تمبريتشر إزاي أنا بعمل زي ما قلنا الدايرة وفوت تشتغل في كندا حرره مائلس خمسين وفي الكويد حرره زائد خمسين فبالتالي أنا بعمل السيميليشن بتاعتي أنت أصدك يعني السيميليشن ولا كميجر منتو ولا كأي بالزبط أنا بعمل حاجة طيب وإنت بتعمل السيميليشن وإنتك بتغير التمبريتشر ممكن نعملها مع بعض لو عايز تتفرج عليها يعني ممكن نعمل السيميليشن مع بعض نسويب التمبريتشر ونشوف إزاي الديرا بتأثر بالتمبريتشر فدي حاجة في المعمل بيكون فيه حاجة اسمها تمبريتشر شامبر تمبريتشر شامبر دي زي علبة كده بس ضخمة يعني أقدر أتحكم في التمبريتشر بتاعتها تمام؟ فحط الدايرة بتاعتي جوه العلبة دي وأبدأ إيس البيهيفيور بتاع الدايرة مع التمبريتشر ممكن أوليها لك مثلا فلنشير معك السيميليشن أهو دي سمعت مبريتشر شامبر دي جوهة المعامل البعض اللي إحنا بنقيس فيها لدوائر ومفروط يبقى عندنا حاجة زي دي كده أنا كنت بس تعمل دي بالضغط كنا عندي الأعلمي الصغير دي جميلة قوي فبتحط الدايرة بتاعتك جوهة هو زي الفرن كده يعني من الآخر يعني بساطة بس هو بيسقع ويبرد بقى فهو بيشتغل فرن وتلاجة حاجة رطيفة قوي يعني فبتحط الدايرة بتاعتك جوهة الجوهة للتشامبر دي ماشي وطعم تختلف في الحجم حاجين بتبقى صغيرة بنش طوب يعني ده كده بنش طوب بنش طوب يعني بتحط فوق البنش فوق التربيزة يعني وفي حاجات بتبقى ضخمة كده ماشي زي ده مثلا بس كده فبتحكم في التمبريتشور بقى معايا انتو بتحبوا الرسمات دي بقى عشان انتو ناس بقى يبتوا عني كديك ها اهو ادي رسمة هاي التمبريتشور عشان بقى هاي انا بتكلم دلوقتي في التطبيق العملي بقى يعني بعد اما انا شفت الدايرة بيحصلها ايه انا ممكن اعمل هيك كديزاين علشان انا اتغيرها اهو ماذا انا بنعملوا بقى ماذا انا نعملوا كالديزاين ان انا بخلي الدايرة بتاعتين متعتمدش انا اعرف ان التمبريتشور لما تتغير البيت تحت تتغير سهل ك Dick قال لي تعالي فبالتالي انا عز انا بتعتمدشه على البيتا عشان كده احطيت مثلا الري هنا لما حطيت الري أقللت الـ على البيتا ها casually cri انا macro لكن البحثة بها تتغير ده مش هيبدعا على current بتاعي مثلا ده مجرد تكنيك بسيط طبعا يعني الموضوع بقى ده انت تخلي ازاي الدوائر بتاعتك مع الـ Variations ده يعني موضوع كبير موضوع كبير ماشي ودائما دي بتبقى مشكلة بتواجه الـ Designers وليها حلول بقى كتير وتكنيكس معقدة إليها خير بس هذا في انت تبقى فاهم الفكرة فاهم المبدأ ان انا في حاجة عندي اسمها بـ Variations بتأثر على الـ Properties بتاعت الـ Devices في البتالي انا عايز اعمل Design كويس مفروض ان انا متأثرش بالـ Variations دي تمام فده احد التكنيكس حاجات ان احنا نعمل ايه حاجات ان احنا نحط دي بتعملك في الحقيقة حاجة اسمها Negative Feedback معاها يا شباب طيب احنا ممكن نجرب بالموضوع ده ده تيبقى دينا انا ممكن ناجي هنا ونحط بقى transistor تعالى ناخد نفس الترانزيستور احنا نخطي الـ Number اللي فاتت ده وحاجة هنا على sources نعم بيتطور مدخل فيه شيء 3 داخل فيه جزء للمعايدين المعايدين حيددول فالجزء المعايدين حيددولكم اللي هو جزء تعديسي عندنا نساس تمام ده داخل فالفكرة معلش فيه عندنا جزئين ففيه جزء بياخد وجزء ما بياخدش يعني لا 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 عشان كده المعايدين حيمره مجمع مجمع مفروض لكل الناس عشان كل الناس تاخد نفس الترانزيستور قبل ميتر يعني ده هيكتب لكل الناس تماما اه طبعا طبعا احنا بلغنا المندوب بكده من زماني يعني معرفش هول بلغكم اللي تقلنا ان احنا اللي عليهم اللي سكشن يتلغى وهتاخدوه اونلاين يعني ما كانش حدد قوي يعني ده يبقى لكله ولا هاي بس تمام كده ده الوكتب لكل الناس تمام عشان يمكنكم خدتوا نفس الترانزيستور قبل الميتر طبعا تعالوا نبص على الدايرا دي الدايرا دي كده هنا موصلها بطريقة سليمة او طريقة غلط نعم ها بس المفروض كان فيه الدايرا انا موصلها بطريقة غلط لان انا هنا ححرق الترانزيستور على طول لما حطت فولت على البيز ما بين البيز والريميتر البيز والريميتر هي ضايف الهيئة زي ما اتفقنا وكده انت حديدت اكسفونانشي عليه فححرق الترانزيستور بتاعي صف فدايما ما ينفعش ان احنا نوصل على ضايد متأسي ما ينفعش ان احنا نوصل بضايد مباشرة لازم احط ستليمة الكارنت سواء هحطها عند البيز او هحطها عند الريميتر كده كده ستليمة الكارنت واضح يا شباب لازم احط كارنت المتأسيستور فحاجة هنا هشيل هشيل السلكة دي وحط هنا لازمت عشان يليمت الكارنت عشان يليمت الكارنت بتاعي مهم طيب والفولت كبير قوي اصلا دلوقتي هنا سي هيبقى مثلا 0.7 او 0.8 او whatever مهم فانا اقدر اتحكم في البيز كارنت احط لي ان اختار الفولت هنا اختار ولكن لو حطيب هنا الفولت مثلا ب 2 فالفولت ماشي فقول البي بي هياخد مثلا واحد وهيبضل اعراضي سنس هنا واحد تبسيط يعني واحد على 1 كيلو امبير هيديك هنا 1 ملي امبير في البيز ماشي وده يطور كارنت كبير قوي في الحقيقة 1 ملي امبير في البيز ده كارنت كبير قوي عشان كده هكبر الريزيستنز هفليها 100 كي فكده الكارنت اللي ماشي في البيز هيبقى في الينجر بتاع المايكرو لما يتضرب في البيتا حيديني كارنت في الرينجر بتاع اللي ملي فهو ده يعني الرينجر نحن بنشغل عليه الدوير بتاعتنا في الغالب حيث عايز اوريكم ايه عايز اوريكم ان انا حسيميلات مع temperature هاجي هنا على analysis وحاجي اعمل temperature sweep هعمل temperature sweep هسweep temperature بتاعتي من مثلا 0 لحد ايه ايه او من مائنس تعمل مائنس 50 لحد 50 ومائنس 50 لحد 50 كميل وال increment هزاورت كل مرة temperature كام بعشر هزاورت كل مرة temperature بعشر وبعدين حامل بقى عايز نوع 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 و display results on graph ماشي مفيش مشكلة ما الاوط عايزين نحط البيت عايزين نرسم البيت مثلا نرسم البيت مثلا device mode parameter حاجة هنا على البيت و اقول نعيز ارس البيت فين البيت فين البيت خاطت نحن البيت هنا خاطت البيت شايف البيت البيت parameter احي بي اف تمام هذه البيت 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 اللي احنا نخلاها ده يسمي البيت مود عشان كده بيسموها البيت عايز حاطتها هنا طب انت بقى واجدها هو للأسف الشديد طلع البيت سابتة لأن في الحقيقة أنت مفروض أنت اللي فاهم أنت اللي بتحكم على السيميليتر وليس سيميليتر هو بيحكم عليك يعني لو السيميليتر طبعاك بيتا سابتها تمام؟ وتعرف أنه في حاجة غلط يمع حاجة غلط في الموضل نفسه بتاع الترانزيستور الموضل مش معمود صح على السيميليتر أو حاجة غلط في الـ options اللي انت اخترتها فأنت مفروض تصدق في نفسك أكثر مما تصدق في السيميليتر إن فيها في السيميليتر تعباره عن ألا حزب الكالكيليتر لو أنت قديته input غلط هيحسب output غلط فهرجع ثاني أشوف هل أنا عملت غلطة؟ هل أنا هنا رسمت مثلا الماكسيمم بيتا؟ ومش هي دي الفرامتر اللي أنا في قد أرسمه؟ ممكن، هل أنا نبص مع بعض هل في هنا فرامتر تاني مفروض أن أنا أحطه؟ ليعبر عن البيتا؟ هذا هو السؤال طبعا الـ برامتر زي كلها هتقول ليه برامتر زي كلها؟ ده الموضل اللي موجود في السيميليتر وموضل موجود في السيميليتر يبقى عقد بكتير الموضل يعني الـ الموضل اللي بتوصف الـ اللي موجودة في السيميليتر أعقد بكتير من الـ الموضل اللي احنا مستعملها فبالتالي فيها برامتر زي كلها زي ما أنتوا شايفين طيب نتيجة أن أنا هنا مش شايف برامتر بتاع البيتا الحقيقية أنا مش شايفه في الحقيقية فبالتالي اللي أنا هعمله بقى أن أنا بدل لم أرسم الكلام ده أنا هروح هرسم هو بيت عبارة عن إيه في الحقيقة؟ في الأخير الـ فحقول له طبقات والـ ده حاول أن أنا عايز اسم الـ الـ مفروض هي لي يعني فبالتالي المفروض أن أنا شايفها بتتغير تغير دلوقتي الموضوع أهو بدأ يميك سنس شوية تمام؟ موضوع بدأ يميك سنس شوية إذا أنا شايف أن الـ بتتغير مع الـ تغير من 100 إلى 20 تعريقا تمام؟ طيب فأنا بقى مجرد تغير من الدايرة بتاعتي مفروض أن أنا بعمل بغير وشوف إزاي الدايرة بتاعتي بتتأثر بتغير الـ واضح؟ ف لو نحنا جينا مثلاً مثلاً سنس شخصياً وحرص من هنا شخصياً تغير مع تمام؟ الـ بتاعي بيتغير تغير كبير لما بتاعتي تغير طيب حد يقولي أصلاً الـ موضوع موضوع ولي في موضوع 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 في الاكتيف مودو او في الكاتف اعرفتها ازاي? في البيسي ايه? طعب. في البيسي ايه بكام انا? تحاول احتواشر. في الاكتيف? في البيسي ايه باثناشر اه يا جماعة. استحاد اراتي집ك الطريق على الترامستر وندي ات сделал ما اتحصل على البيسي ايه? و 잘비ك البيسي ايه باثناشر بولت وطبعا على البيسي ايهه ايه ايها ايه 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 في الاكتيف احصل ما انا انت كنت التاعي بيتغير مع الو استفافوار طب لو انا عايز اقلل التغيير اللي بيحصل مع temperature ده اعمل ايه. مفروض ان انا احط بقى ايه. احط. هنا الكلان تتاعي وبيتغير او قمصت الضعف. من 1.25 تقريبا لحد 2.5. بتغير الضعف. المفروض لو انا عايز بقى ما خليش التغيير بيحصل. مفروض ان انا اعمل ايه. احط. مفروض ان اعمل الحركة دي. بعد ما انا هحط مقاومة هنا. هشير المقاومة اللي هنا دي. وحطها في المقاومة في المقاومة في المقاومة بالشكل. طيب. وانا تهمي عايز بتاعي في حدود الواحد ميلي امبير. هنا حب عندي واحد فولت وهنا واحد فولت. يبقى خليديه واحد كيلو اولت. ليه الفاكتور بتاع البيتا يعني. حبون. طيب. تعالوا نقوم بتعليل سيميلات ثاني. يستغير برضو بالضعف أو النارسيس. نفس السبيب. نفس السبيب وهو التحميل بيعمله. وحرسم. هو ده. وحقول سيميلات. طبع. بصوا على تغيير ال الارضعف. هذه الارضعف عايزة ما فاتت؟ او بيتغير تغييره اهل. هذه مرة الفاتت هاي. كان الارضعف. هنا كان يتغير الضعاف ولا أقل أقل بكثير أقل بكثير يتغير حوالي 10% بعدما يتغير 100% هنا كان يتغير 100% الآن يتغير 10% 10% لماذا في الحقيقة؟ لأن ال current هنا يتحكم فيه فيه voltb على VBE فيه voltb على ال resistance فالvolt على ال resistance الغيارات التغييرات في البيتا مش هيتأثر قوي مش هيتأثر قوي لأن في الآخر كيف يقول لي ان الاريسيستانس دي هو عبارة عن الاثنين فولت منص البحل البحل longest البحل لما تتغير برضو تتغير بطاعة بيكون صغير وبالتالي تغير في الاريسيستانس برضو بيكون صغير وبالتالي تغير في الكارنت قمز له بخصف الكارنت ahor trains التغير في الكارنت سيكون هم هنا أيضا سيكون هم هنا éremaya تغير صغير هانو كرام ها هادا عنده صحيح فانا هنا كنت محاطط البيسش بتاع وحاططها عند الامتر حاططها النيلي بتاع الكرامت مع ماشي الكلام الموجه يتغير شاطر يقول لي لو انا جيت ارسل هنا كان يتغيري في الكسة الاولانية وفي الكسة التانية كان تتغيره صغير في الكيسة الأولى دانية كان تغير الإي بيز كبير ولا حيبة كبير ولا صغير خليني أشرح لكم كده طريقة تانية كده في الأولى الكيس الأولى هتكون أصغر من الكيس التانية طياني نشرحها مع بعض الطريقة تانية كده الوقت التي نتفقنا مع بعض أن يساوي البيتا إي بيز البيتا بتتغير مع تنبريتشور دعم رواقع خلص دعم رواقع لو أنا كنت تسايف البيتا هو كمان يتغير براحة يعني تعالى نقول الدايرة اللي احنا كنتم نشرحها من شوية كده أهي هذه الدايرة أهيت في الدايرة اللي زي ما شفناك كان الـ IC بتغيرها كمان مع تنبريتشور في الدايرة اللي هل الـ I-Base بيتغير ولا الـ I-Base تغيره وتغيره 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 تعالوا نشوف الـ I-Base هي عبارة عن إيه الـ I-Base هو عبارة عن الفولت الموجود هنا ده تعالوا نسميه الـ VBB ليسضحه نشوف الـ VBB ليس للـ VBB على الـ R فيه رأيكم هل تغير الـ مع الـ temperature كبير ولا صغير؟ خطنوش تلمل يعني بيأثر في الـ temperature يعني هل تغير صغير لأن التغير اللي بيحصل في الـ VBE-ON تغير صغير في الـ VBE-ON تغير زي ما قلنا من 0.6 إلى 0.8V مثلا فبالتالي التغير أو أكبر أو أصغر مش دفر يعني في التغير اللي في الـ I-Base يبقى صغير فبالتالي أي تغير اللي تغير في الـ I-Base صغير فبالتالي أي تغير بيحصل في الـ Beta حيسمع في مين على طول؟ حيسمع في الـ I-Collector لأن الـ I-Collector هو الـ Beta في الـ I-Base فده سابت وده بيتغير يبدو أن يتغير معي طبعا؟ دكتور نعم هذا هو الميت المداخل لحد أن يبدو لحد النهاردة لحد ما أخذنا النهاردة اللي هو النهاردة داخل الميت؟ أيوة شكراً لحد لا طيب لما شغلنا المقاومة طيب لما هي عند الـ I-Base وحطناها عند الـ I-Meter يعني نرسمها رسمة تانية نرسمها رسمة تانية كده أهو هنا بقى بدل ما كانت الـ I-Base عند الـ I-Base فكان الـ I-Base هو اللي تقريباً ثابت أنا عكست حطيت الـ I-Meter فبقى الـ I-Meter هو اللي تقريباً ثابت فلمتلك الـ I-Meter سيقوم بقى 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 الـ I-Meter من اللي لازم يتغير؟ فهنا الائي ميتر الائي كولكتور سبتين والائي بيز هون اللي بيتغير وهنا العكس الائي بيز هون تقريبا سابت والائي كولكتور الائي ميتر هم اللي بيتغير ماضحة شغال؟ بس هو في حالة تغيير الائي بيز الصغير أصلا؟ لا الائي بيز هون صغير بس التغيير بترح يبقى كبير يعني ايه كبير؟ يعني لو الائي كولكتور سبت والبيتا اتغيارت الضعف كانت مية بعد كده بقيت متين بعد كده الائي بيز هيتغير النص يعني لو هوا كان الائي بيز ده ولنفترض ان هوا كان بسبب عشرة مايكرو هيتغير يبقى خمسة مايكرو التغير صغير لكن كبير التغير كبير صح؟ امن احنا ازاي جبنا الاي يعجبته ازاي؟ جبته KVL لانا ها. لو راحنا عملنا KVL لانا هنقول ان ال VBB بتساوي اللي هو اللي هو ال VBE on Plus current of resistance الإي في الإر إي وده KVL او او لو انت عايزة اعمالي انها اتسازة على الرأس معنا طول ممكن اعمل لو انا شاطر اعمل اعمل انها اتسازة على الرأس معنا طول ممكن اعمل لو انا شاطر اعمل انها اتسازة على الرأس معنا طول فالفولت هنا VBPE وده كده الفولت ده VBEON يبقى على طول عرفت ان الفولت هنا حيساوي ايه حيساوي VBPE وتروح منها minus VBEON يبقى طبق امسو على المقاومة يبقى جبت الكارنت اغدوك بس كده طمامين شباب الحاجة اللي هي بعد ثانكيو دي مش ايه دي مجرد بس معلمات زيادة مش ايه مش بحتاجانها مش بحتاجانها طيب تعالوا ناخد بريك خمس دقائق وبعد كده نرجع ايه نحل مع بعض مسألة من الامتحانات بسميني الفاتت السلام عليكم اشتركوا في القناة 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 طيب الضايد بقى سهل خلاص انت هو اكتفرت في الضايد مشكلة ايش نحتاجين لحلهم مع بعض معلش هركة المتر مدعوة ليه موضي الأنسر في حتى؟ لا ما اقوله موضي الأنسر لا ده مش متعلقة ممتحان تاني ممتحان القديم ده لا ده هنا ده جزء الاس اي اللي انتوا لسا مخطوش لأ طبعا انا هفتح معكم تحان يكون فيه جزء الاس اي اللي انتوا خطوه افتح لكم اجزام تاني طيب الم اليوم اعني احنى چهو هيا احنى ط situation دائرة زي اللي احنا كدناها بالزفط طبعا. مش كده. عمي اهو بيجي دي انا بالفاير اهو. شوية. ادي ترونزيستور عمي عن طريق دا زي ما احنا شايفين. تمام? وعندي 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 وعندي. ماشي شايف? واضحة? دي حاجة صعبة فيها حضراتي? بيقول لك ايه? بيقول لي يعني مفروض ان انا اختار في دي بطريقة الى حد المسالية. عشان ابياس الترونزيستور بتاعي في ايه? في الاسئلة. طيب حلو. احب لك بقى يسألك اسئلة. هيشوف انت فاهم ولا ايه? ولا مش فاهم. تعال نشوف. اوه. كمسح كده 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 كده. طيب. تعالوا نشوف الاسئلة. Dialogue? ايه. بيقول لك انا اسئلة. اوکي. اmişي. طيب س ايه تمنا نشوف بسكرار. دولي أسيوم بيسيسي إقوى 9 فولت. عر واحد إقوى 10 كيلو عوم. بتاعنا نزول آت شوية عشان نشوف. البيسيسي بعشر فولت. ماشي. جميل. عر واحد بعشر كيلو عوم. عر واحد دي بعشر كيلو. طيب. عر اثنين بخمسة كيلو. عر اثنين بخمسة كيلو. بيقول لي. بيقول لي. بيقول لي. بيقول لي. يعني حاجة على. كده هو. بيقول لي. هشيلها وحطها كانها ايه. طيب. ماشي. طيب. ايه طيب كمان. بيقول لي. عايز عرف. عايز عرف. طيب. حلها ازاي جميعا. ماشي. ازاي. بالديلة دي. ميو هلا. ممكن عمل. في الاول. هنجيب. الاول للار وان والار. ايوه. بالظبط كده. هجيب ايه. من هنا. في الحقيقة. لو انا عملت بايدر هنا. ده افروكسيميشن. ليه افروكسيميشن? بايدر بايدر بعمله امتى. ماكن لكني عندي لمعندي شغراءه واحد وغراء اثنين. هنا فيه برانش تاني بيسحب كرينت. اللي هو. بالتالي الفولتش دفايدر هنا ممكن ينديك اه بس هو مش هينفعك في الكيس دي ان انا عايز احسب البيز كارنت اصلا شخصيا فبالتالي احسن حاجة هنا انا اعمل سيفن اكويفلنت طب هعمل اعمله ازاي سيفن اكويفلنت ده ان البيز تي اللي ببعشرة فولت دي زي ما اتفاني قبل كده معناها ان انا عندي هنا كنا عندي بطارية ببعشرة فولت وبطارية دي ممكن امعامل واحدة اي هنا تانية برضو متفرقش في اي حاجة هي في ال aika اني عايز اصلا wood هنا يبقى بعشرة تحط بطارية وهضل اتنين ووهم ان ليحصل صلاة على 10ические فالدايرة دي كده بقي اهو دي كده اقدر اعمل لها STF ا كده اعاستان! اعاد اعمل فيällتي للابيز była اقامل dass a Essa Benelevel environment للدايرة دي هجب ve 7 و R 7N V 7.0N هجبهbilitet sharjit من اللي هو gang range و أر 7 هتبقى R 10 كيلو بالمعاء 5 الكيلو هعمل الحركة دي. يبقى كده انا جبت ايه جبت سيفلنت بتاعي. رح يبقى عندي بولتش سورس اللي هو البي سيفلنت. وار سيفلنت. دخل على البيز بتاعت البي جي تي. وهنا الاميتر وصل بالجراون. تمام؟ سهل بقى هنا وعمل كي بي ان. واحسب الايه. واحسب البيز كارات. ستريت فورويت. تمام؟ ما فيهاش اي حاجة عيد. ما فيهاش اي حاجة صعبة. اوكي؟ واضح؟ طبعا. لو عاوزين نعملها مع بعضة بالارقام. ان هنا هتبقى العشرة. خمسة على خمستاشر هيديك هنا تبقى تقريبا بثري بوينت سري تقريبا. والخمسة فارل مع العشرة برضو هيديك هنا حاجة قربة ثري بوينت سري كيلو. تقريبا. تمام؟ وعندي طبعا البيبي يون هنا هو مش مديوني. بس انا ممكن ان اسيوم. هنا مدهونيش. دكتور. فضل. هو اي في السؤال اسيوم ان البيز كي بتسعة بولت مش بعشرة. اه معك حق. ايضا. يا سلام. معك حق. انا برضو بقول. اه لو بيز سي بتسعة بقى هنا هيبقى البولت هنا بحقى بثلاثة بولت بقى. انا مكسح. والعشرة مع الخمسة هتديني حوالي سري بوينت سري كيلو. تقريبا. الحد كده مزبوط. هل اداني بقى الببي بي اي? مدهونيش صح? سوف نلتشم لها. لا لا. وافيش انا عدنا نسيل بلاك وش أشغلها. انا يقولنى الموقر البيب اسثف. انا نفردها بوينت سيفن تلع معيا جري باي بي بي امبير. اي gir ag agها بوينت سابن. وحطبق أمز له حتى مش مستهلك بقل هيا أمز له أمز له إن الإي بيز هيساوي الثلاثة على ثلاثة على ثلاثة 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 يعني هيديك ثلاثة ثلاثة على ثلاثة دي هتديك حاجة تقريباً ميلي أمبير بس هيا دي حتى مش مغير على حسب أنت ممكن تعملها بالسانسة صح؟ صح؟ نعم ثلاثة 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 ده خلاص مش بدامج بعشرة إحنا غلطنا ده مفروض بـ أهلا؟ أتيكاً متمسحشاً دي ماش مهام مقايمة ده مفروض بتاسعة غلط دي غلط تاسعة غلط صح؟ عملت بولتوش دفايدر بي سابنة بي سابنة هيساوي تسعة غلط مضروبة في الخمسة كي على الخمسة كي بلس العشرة كي عشان يجيب بي سابنة وهو البولت هنا أوبن سيركت بولتوش هانا واضحة؟ واضحة؟ طيب طيب نكمل بيقول لي كمان بيقول لي فر واحد يعني معناها معناها نمسح الكلام ده كده بقى كده ونشوف الكلام الجديد خد بالك ان انا لما بديت عشان بردو الموضوع واضح بالنسبة لكم لما بديت في رأس السؤال يا شباب لما يجيب في رأس السؤال يبقى الجديد ده يسري على على كل كل سئلة إلا وانا قلتلك غير حاجة زي ما نسا ما قلتلك هنا غير الري بشورت سيركت غير معرفش الري واحد بوبن سيركت لكن لما دينا الجديد خاص بسؤال معين لاننا هنا تدت الجديد خاص بسؤال رقم 11 هانا ينفع تروح تستعمله بسؤال رقم 12 ينفع؟ هانا ينفع؟ لما يجيب خاص بسؤال معين ما تروحش تستعمله في سؤال تاني واضحة ولا مش واضحة؟ دي مفروض أصل حاجة واضحة جداً بس انا بأكد عليها يعني ايه؟ حتى ما حدش تلخبط لكن لما إذا عندك في سؤال معين ما تروحش تستعمله في أي سؤال تاني نروح بقى للسؤال ده بيقول لي R1 إذري موفد R1 إذري موفد شغلنا R1 اشطب على R1 ممكن سيركت إنها مش موجودة هيحصل A-S-E ده بيجي T والبي إن ذا ويقولك كامل ها مين يعرف مين يعرف يا شباب لما يشير على الواحدة بيجي T يحرف عنه مود ها 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 انتم كده خوفتوني جدا. انا معطركم مش مائب الكورس ده كورس رطيف وسهل اللي حيزاكر. سهل قوي يجيب ايه? اللي مش هيزاكر للأسف حيزاكر. اللي مش بيزاكر ومش بيفهم في الكورس ده. مهم? ما اقدرش فساعده. هو مش عايز يساعد نفسه طبعا انا هميل له ايه? انا بحاول يساعد ولا اقدر. لكن لو انا مش عايز يساعد نفسه. خلاص. ما اقدرش عامل له حاجة. اه يا شباب. لو مش النقر واحد. هيشتعل في ايه? اظن هيكون كطف. ليه? عشان ما فيش في البيز. ذبط كده. منتاز. منتاز جدا. على المشيل دي خلاص يبقى انا كده. الفولت اللي انا كنت مدخله على البيز من البي سي سي مش هيبقى داخل هنا خلاص. ماشي? فهنا على البيز مش هيبقى اي فولت هنا خلاص. ما فيش اي فولت هنا على البيز. فبالتالي الانتاز جنكشن دي هتبقى اوف. ترامل الانتاز جنكشن دي اوف. يبقى خلاص كده. الانتاز جنكشن دي اوف يبقى خلاص. يبقى البيز دي بتاعيه هيشتعل في الكارت وفيش. جميل. يبقى عمتيكوا تسودوا يا شباب لازم تسودوا كويس ماشي. مش ورقة الاسئلة طبعا ها. في المفروض في البابلشيت اللي انتم بتاخدوها. عشان انتم عارفين ان الماكنة بيصحح اوتوماتيك. فلازم يكون التسويد معمول كويس طبعا. انتم مفروض في مليار بالحاجات دي. انتم عارفين قبل كده صحب? ايوانا. ماشي جميل. طيب هنا سؤال تاني بيقول لي ايه? بيقول لي يا سيوم حوالين فعحط صفحتين جانب بعض. برنامج ده فيه الامكانية دي. ايه الكلام الكتير دي. ازاي حط صفحتين جانب بعض. ماشي مشكلة مش هنختلف. طيب بيقول لي. بيقول لي ان الري سي بعشرة والار اي بواحد بون بوينت سري والار سي باربعة كيلو اوم. هروح هنا وحط الجبنز اللي عندي. البي سي سي بعشرة والت. مفيش مشكلة. الري بون بوينت سري. دي كده بون بوينت سري. خد بالك ان انا خلاص خلصت السؤال اللي فاد. يبقى حشرة اللي كان يقولين دي اوبن سيركيت خلاص. مبايش اوبن سيركيت. ده ترجع الاصلاع تاني. والار سي باربعة كيلو. مفيش مشكلة. الكلام جميل. يعني هو بيقول لي ان انا عايز الفولت هنا يبقى تقريبا بستة فولت. ممتاز. اعمل ايه بقى. بيقول لي اختار ار واحد و ار اتنين ازاي. طيب. تعالوا نفكر مع بعض. احل الدايرة دي ازاي. انا اختار ار واحد و ار اتنين. طيب. الموضوع سهل جدا. سهل جدا. سهل جدا ازاي. انا عندي اهو. انا نجيب لون تاني. ناخد لونه. اهو. انا ازاي. يقول لي ايه? ده ستة. ده ستة. ده مش قلم ده. ده قلم. كبير شوية ايهو. انا كل قلم سوايا. اهو الفولت هنا بستة. والفولت هنا بعشرة. والمقامة انا عرفها. يبقى انا عرفت. خلاص. يبقى انا كده عرفت. يبقى ايه كوليكتور هيساوي. عشرة مينس ستة. على اربعة ك. يعني هتديني واحد ميلي امبير. حاجة لطيفة جدا. اللي هو تقريبا هيساوي. حاجة عظمة جدا. يعرفت. يعرفت الفولت هنا هو. لان الامتر في الار امتر. حاجة ديني الفولت هنا هو. الامتر بواحد ميلي امبير. ومقامة 1.3K. حاجة ديني الفولت هنا ب 1.3 فولت. صعبة دي؟ 1.3 فولت. وحفرت ان الان فولت هنا ب.7. يبقى على طول الدني الفولت هنا. انه هو ب 2 فولت. جبتها منين ال 2 فولت دي. جبتها من نهاية البساطة. انا ما اعمل KVL كده. هي بقبارها عن ال .7 بلس 1.3. ال .7 بلس 1.3. حاجة ديني الفولت هنا ب 2 فولت. طيب انا عايز اختار R1 و R2. عشان احقق عن الفولت هنا ب 2 فولت. طيب نختارهم ازاي؟ تعال نشوف. اختار R1 و R2 ازاي؟ انا عايزين نغير. كده. انا عندي اصلا بعشرة. سبلاي بعشرة. يعني شيء. اخد بالك ان السبلاي بعشرة. او السبلاي بعشرة فولت. انا عندي مقاومتين. R1 و R2. دي اقل 1. و دي اقل 2. وعايز هنا. ده يبقى ب 2 فولت. حتقول لي الله. مش قلتم ما اعملش فولت وش دفايدر. وان هنا فيه current في ال بيز. اه معاك حق. بس خد بالك الارقام هنا اصلا. مجرد عايز ايه؟ راف استمت يعني. مش ايه؟ مش هنجيب حاجة دقيقة قوي. بالتالي ممكن اعمل الابروكسمايشن ده. مش منتجة حسب ال بيز كارند هنا هون. انا عايز دي تبقى ب 2 فولت. اختار المقاومات ازاي؟ هروح هشوف المقاومات اللي هتحقق لي الموضوع ده. اللي هتحقق لي. ان العشرة مضروبة في R2. على R1. بس R2 تقريبا هتساوي 2 فولت. ماشي؟ انا عايز ده تقريبا يساوي 2 فولت. يبقى انا عايز الريشي وبين R2 وبين مجموع المقاومات. تكون بكام؟ ب 2 من 10. ب 0.2. الكلام ده متحقق فين؟ هب هب كده دور كده حتى ان الكلام ده متحقق يا بطل هنا هون. اهي. اتعاوض 4 على 20 يديك اللقم اللي انت عايزه. صح؟ يبقى هيدي الاجابة الصحيح. انا معايش دي مش ايه؟ دي مش ايه؟ ليه دي؟ هو R2 اللي احنا عاوزينها تبقى بلا نتطور. انا عاوزين من اللي تبقى صغير. انا عايز ده 2 فولد. انا عايز R2 هي صغيرة. R2 هي لحنا بلا 4K. ورواحد لأ 16K. مش كده على ايه؟ اه بطعم. انا كده اخترت صح؟ انا كده اخترت صح؟ انا بلاك نعيلك هنا R1. عند R2. تبقى. تبقى؟ واصلا بيت هنا مش given. ده رقم واحد صح؟ ايه. لو انت عايز اجابة دقيقة. لو انت عايز تجابة دقيقة. اعمل exact analysis. لو انت عايز اجابة approximate. ممكن تستعمل رأي اميتر. طريبا مساء رأي اميتر. اللي احنا عارفين اصلا. ان الالفة طريبا بواحد صح؟ ايه. لو انت عايز اجابة سريعة approximate. حتى رأي فيها error. مرهم equal وخلاص. هنا شايف الارقام دي. هل انا جايب لك ارقام جايب لك مثلا. 5.1 و 5.2 و 5.3. والارقام دي بعيدة عن بعض اصلا. بعيدة عن بعض. تبقى هل محتاج ان انا عادي اعمل حسابات بقى بالدقة. ومكاتب بقى ان الولت حيساوي. الكلانت حيساوي 1.0 واحد ميلي امبير. والولت حيساوي 1.3 وان فايف تو فور فايف فولت. محتاج عادي اعمل الكلام الفاضي ده؟ دي لخ. اكيد لا اعمل محتاج ايضا. طيب جميل. ايه كمان يا سيدي يقول لك. طيب لو البيتا بتاعتنا double. اوه كلام بقى بتاعتمد. كلام الجميل ده. اوه لو البيتا double. ايه. ايه. طيب احنا الدايرة دي. حطين فيها ر ايه ولا مش حطين. ر ايه. حطين فيها ر ايه. تمام. فبالتالي اللي اجابها الصحة هنا هتبقى يخد بالك برضو الارقام دي كلها بعيدة عن بعض. يعني انا مش بقول لك يختار ما بين 1.1 1.2 1.3 لا اجاب لك ارقام كلها بعيدة عن بعض. يعني شيء فبيقول لك بتا ملتبلايد باي 2. هيبضل ايه. رفلي يعني ايه. بالتقريب كده اوه. رفلي هيبضل ثابت. ملتبلايد باي 1. بس كده بيش ايه تغيير. موضوع بسيط وجميل جدا. طيب اخر سؤال يا سلام. بيقول لي. الله. ده كده بيغيال ليه في الدايرة اللي اخبطني. طيب تعال نشوف. هات يعمل استيكا. وامسح الكلام ده كله. امسح حمسح حمسح للاستيكا. ما صحيح للاستيكا. طيب. يقول لي. طيب شلناه. وبعدين يعني. يقول لي حيحصل ايه. حيحصل ايه يعني ايه. يعني البيش دي حيشتغل في عنه موض. ايه رأيك يا شباب. ما حيحصل ايه. ايه رأيك يا شباب. عشتغل في عنه. هي الاختيرة. عايز تختار ايه? عبقى كاتف. كاتف ليه? ليه كاتف? اكتب. ليه اكتب? يعني. انت قد رجباتك من لها دلات. اقصدي علشان انا جلت ار تو هيمشي في ار وان وحفا هيمشي في ار اي وفي ار سي. هم مين دللي هيمشي? طيب. السؤال ده جماعة عايز مخمخة شوي. اعيز شوية مخمخة كده. تعال ان مخمخ مع بعض. يقول لي ار اتنين ريموف. طب كويس. خد بانك ان احنا المفروض ان احنا بنكون زبطين الفولت هنا على فولت معين. انه هو هيزبط لي يديني وحيديني الفولت اللي على زيستنس اللي حيمشيلي الكارنت اللي انا عايزه. فول دل انا بعمله الطبيعي. لما انا شيل ار اتنين. حط مكان اوبن سيركت. الفولت اللي موجود هنا هتعالي نسميه الفي بيز. هيزيد ولا هيقالي? هيزيد? هيزيد طبعا. ان الفي بيز هو كان عبارة عن الفولتوش ديفايدر. فلما انا اشيل ار اتنين وحطنا مكانها انفينيتي. تمام? يبقى الفي بيز ده هيزيد. لما الفي بيز يزيد يبقى الفولت هنا برضو عند الامتر هو كمال هيزيد. الفلق بينهم هو بوينت سابن. ولما الفولت اللي عند الامتر يزيد يبقى الفولت. سوري يبقى كارنت اللي يبقى كارنت اللي ما اشي في الكوليكتور برضو سيزيد. لما اللي خيرنت اللي هيمشي في الكوليكتور برضو حيزيد. ت correcting اللي ماشي في الكوليكتور برضو هزيد. لما كارنت اللي ماشي في الكوليكتور يزيدأن الفولت الج اللي على اللي مقاومة دي هو كمال helix يزيد. قوم ظلوه? توتهت الى فكده الفي أوتي الى حيائل. او بالزبط فكده في آد حيائل يبقى كده الفي سي اي بيحصل له çaqBL أو بيزيد? لأن الفرق بولتوش ده فأنا عندي كولكتور بي ال والإميتر بي زي طيب ولما الفرق بتاعي ال يبقى أنا رايح نحية أني مود لا مش الكاتوف حرم عليك مش الكاتوف خالص مش رايح نحية الكاتوف خالص الكاتوف ده معناه أن الكارنس بصفر جماعة زي الكارنس بصفر وأنا حاطت فولت كبير على البيز فأنا حاطت فولت كبير على البيز مستحيل يبقى ماشي في الكاتوف فيه كارنس بصفر يمشي أهو فأنا بسي أنا حاطتها على البيز أهو فلازم الكارنس يمشي هنا دكتور هو مش المفروض الكارنس لما هيوصل عند النود اللي هي موجودة عندها فولتج دي لأن فيه شورت سيركت فهيمشي فيها بدل ما يخش فيه شورت سيركت يعني أقولك قرأتنين أوبن سيركت فين شورت سيركت أوبن سيركت مش شورت سيركت تمام 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 طيب يلاقلكم أرجالكو انتحان في نفس المستوى ده وكلكم هتقفلوه صحا شكده تمام 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 ها? ايوة نحلة تانية. نحلة تانية. نحلة تانية. تعالى ندور على برضو. فكرة معاية بس اجاب لكم حاجة تكون انتو ايه خدتوها? نحلة تانية. نحلة تانية. نحلة تانية. التانية للأسف انتحان السنة الفاتت للمية تانية. معرفش ان انتخلنا. هو ازاي ما انتخلنا كده? المية تانية يا جماعة في الاسبوع السابع. يعني ازاي تمت المية تانية في الاسبوع السابعة؟ كده بدري قوي صح. المية تانية نفسه صغير. لأننا طبيعي نحن في المية التالي ما بنتخلصنا الجزء اللي هو محاضرة سبعة فهي الأسئلة كلها كثيرا محاضرة سبعة ده متحمل كهية كانت أسان رفاتت ده AC E25 كل الأسئلة بتاعة البيج دي كانت جاية على الجزء الAC يعني فيه حتة صغيرة DC ممكن نشرحها فيه حتة صغيرة DC هنا فهي حين الجزء الDC بس فبالتالي هعتبر الAC كأنه مش موجود خالص الAC اللي هو الفولتج ده كده هعتبر أكون مش موجود خالص طيب مديني VT ده VT الاسم الفولتج الVC ب10 فولت مديني IC ب1 ميلي أمبير ومديني الVC EQ الفولت ده 5 فولت كل ده جزء بيقول يختار RC سوي كام موضوع بسيط جدا انا عايز دي 5 فولت هنا 5 ده كده 5 فولت هتطبق أومزلو وعندي الـ current وعندي الفولت هنا وفولت هنا وضع بسيط جدا يبقى RC هتساوي 10 منس 5 على 1 ميلي أمبير هتبديك تبقى 5 كيلو أوم فيش أخر من كده سعر يوه طبعا طبعا بقيت رسالة بقى مش عالفة تاري كلها كلها على جزء بتاع الـ AC هنا وهنا AC برض وهنا برضو كله AC كله AC طبعا هم هم كيف كان ايه ممكن احنا بقى مسألت الـ تعال احنا بقى مسألت الـ تعال احنا مسألت الـ تعال ما بقى ايه تعال ما كنا هنا مسألة دي عظم عندكم شباحة في الشيت اصلا بيقولي V1 بخمسة فولت ده بخمسة فولت وال V2 بمينس أربعة فولت ماشي يعني انا عندي الفولت هنا بخمسة والفولت هنا بمينس أربعة ده كده بخمسة وده كده بمينس أربعة مين من الـ دي عمره ما يحصل عمره ما حيحصل بالتاني يكون الـ 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 ليه عمره ما حيحصل عشان دي يبقى أون محتاج هنا فولت أكبر من الخمسة صح عشان دي يبقى أون محتاج هنا فولت أصغر من سالة أربعة ينفع الـ تنين دون يحصلوا مع بعض او هنا بقى أكبر من الخمسة في نفس الوقت أعلم سالة أربعة إيه رأيكم ينفع دي مستحيل مستحيل طبعا طعب طيب طيب الطالي الـ 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 طيب طيب ideal diode model طيب 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 00 أصلاً من سلبة 2 إلى 2 من سلبة 2 إلى 2 فهمنا من سلبة 2 إلى 2 من المحبك كامل سلبة 2 سلبة 2 بس مضوع بسيط ماشي هنا غيرها غيرلي قال لي لا واحد فولت إيه لأ persone يث 있고! ل maximime تكون جنب hh CPA و لكن لهم يكون أكبر من ستة حتى أصبح الكون لابح far forward وأجاب العريض è تلك 2018. news و 10 volts امبلاتيود. يعني بدل ما هي الامبلاتيود باثنين فولت. قال لي لا ده بتاعك يا سيدي بقى عشرة فولت. ما فيش مشكلة. اهلاً وسهلاً. عايزي بقى. برضو عايزي ما اقف الفولت. طيب. انا هنا فولت بتاعي بينزل ماي نص عشرة. يبقى ده حيترنه هن طبعاً. صح? مم. مش كده برضو. طيب ولما يترنه هن حيديني في قد بيصير كام? خمسة. بس خلاص. خلص الموضوع. ها? الكلام جميل وسهل وحيد. طب هو مش كناه اكبر من ستة وغلو. مميلا اكبر من ستة. ايبا هو عايزي المنمم. هو هستأليش على المكسمم. مسألي عن مانيمم. طعم? طعم. طيب وعدين هنا. اه. بدأنا نصعبها بقى شوية. بدأنا نصعبها شوية. يقول لي. اللي يرى نصعبها بتاعته بواحد فولت. وكمان الموضل بتاعه عبارة عن وصلت بقى R على اثنين. وبضا بيسألني على الايه. وامور بتاعي سينوسويد وإزقيت فولت أمبليتيود. الامور بتاعي سينوسويد. وإزقيت فولت أمبليتيود. ماشي. والدايد لما حيكون هيبقى كنه مقاومة 4 على 2. ما فيش مشكلة. طعيم. ايه كمان. اعايز ايه بقى? اعايز المليمم برضو. دعا انا نفكر مع بعض. ام برضو انا سلب 8 فانا كده سلب اقل من سلب 5. انا بقى ادور على المليمم بلوقتي. انا اللي مركز عليه هو المليمم. فبالتالي حيبقى ده ده هيترن اون. لما يكون انا مدخل هنا سلب 8 المليمم بتاعي. فسلب 8 هتخالي ده هيترن اون. بس هو لما هيترن اون. غير ان هو هيبقى عبارة عن 1001 فولت ويقول لك هيكن معاة ريزيستنس كمان. هيبقى ما هيبقى اون. مش مجرد بس البطارية. لا. غير البطارية هيبقى عبارة عن ريزيستنس. هيكن عبارة عن البطارية ومعاها ريزيستنس. بالشكل ده. هاي. مانشي الكلام ودي ار على اثنين. طيب يا سيدي. معناها ايه دي? معناها انا انا احتاج اعمل بقى سوبر بوزيشن. او اعمل فولتش دفايدل يعني. معنى اخر. يعني لو انا ابسطت الدايرة. انا كده عندي ماينوس تمانين. وهنا ار. وهنا ار على اثنين. وهنا الفولت بماينوس خمسة. وعايز احسب الفولتش دفايدل هنا بيسوي كامل. صح? كده برضو? اعملها بقى بالطريقة اللي انت عايزها. عايز تعملها بانك تجيب الكارنت ماشي. عايز تعملها انك تجيب برضو ماشي. عايز تعملها انك تجيب الفولتش دفايدر. مفيش مشكلة. الطريقة اللي انت اللي يتريحك استعملها. مش هنختلف مع بعض. مش هنختلف مع بعض يعني. مش هنختلف مع بعض يعني. مش هنختلف مع بعض يعني. مهم في الاخر تغرف تحسيب الفي اوت. حيش اوكي. ماشي? طيب. لو احنا جينا نحسيبها مع بعض. زي المنتركة ممكن اعملها باي طريقة. مفيش مشكلة. مفيش اشكال. فهنا نحسيبها مع بعض ان انا هحسب الكارنت مثلا. فلو جيت احسب الكارنت هنا. الكارنت هيبقى عبارة عن ايه? هيبقى عبارة عن الماينس خمسة. آآ ماينس. نه? فيده نستيك. اي. ماينس الماينس ثمانية. على الار بلس الار على اتنين. هنا هتديك ايه? ان هي هتديك سر 3 على 3. الار على اتنين. الثالثة هبقیرم مع الثالثة اللي هتديك اتنين على ار. ده الكارنت بطر. طيب البيعوت حيسوي ايه? ممكن اعمل بقى كرانت لو انا عملت كيف يقالي كارنت بتاعي اللي هو 2 على R بتروف المقاومة اللي هي R على 2 معينس 5 طبعا دي حطير معادي ودي حطير معادي وحيديني وبصفل بقى انا ماشي في عكسة تجاه الكارنت فتبقى اشعره سالب يبقى سالب 1 سالب 5 يساوي سالب 6 انا غلطت في حاجة ولا كده صح ميزة ال M-C-Q برضو ان انت ممكن انت تشوف انت تشوف اي قفة اكتبات اه مينس 6 طلعتلي هنا يعني مستبراول يعني يبقى انا كده مغلطتش في الحسابات او كنت انا اختلت 3 طلقة مطلعتش في الحسابات مطلعتش في الاختيارات يبقى انا غلط ماشي فطلع مينس 6 عبا غير من هاي دي اللي قابة الصحيحة مرأيكم موافقين انا شو موافقين ها انت ناس جامدش ها انتم معاي جماعة انتم مصدومين ولا ايه تماما دكتور انا عملتش هاي غريبة لو في الاخر امزلو كي في الو كي سي ال ايوة هل انا مسلا اقدر انا مسلا اعملت شرودينجر اكويشن ولا اكويشن ولا حاجة من حاجات دي لا لا منظور رصيف طيب اكتب ايدي اضايد موديل احسر 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 غريبة والانبوت سينسوي تاني تمانية غلط امبراتيوت بيش مشكلة الماكسما افل بولتش بيشكل كام بسيطة خالص اهو يعني الماكسما افل بولتش لما دي بقى اعرض ايديل يبقى انا هكليف عند مين هكليف عند الخمسة اول ما انا عادي خمسة هنا هكليف عند الخمسة فالماكسما افل بخمسة غلط بيش سهلة امد الماكسما افل بخمسة غلط بس كده شكرا تماني اه كلام جميل تماني طيب احد عندي شعار يا شباب لا تماني تماني اشترك يا شباب اه يعني لو حد محتاج حاجة ممكن برضى عملوك اوفيس اوارز انا عرضه على الساعة 4 ونص كده ان شاء الله احد رفتا جايزة نفعيك السلام علي ما عليش حرك من فاشة استاذا حرك بتعمل الوفيس اوارز ديت قبل المتحم فترة مش ده وقت حتى يعني لو ممكن احملها اه ضحيح كويس انت فكر فيوني اللي اعلمكم مهمة الكويس صاحب اللي عليكم كويس انا زهوركم بقى اليوم اللي قبل الامتحان او اليوم الجمعة يوم اللي قبل الامتحان لو ممكن عشان علينا الامتحان يوم الجمعة مش هنعرف مزيكي خلص طيب ماشي اعتبروا بقى براكتس ديكم قبل الايه قبل الامتحان يعني بقى فرصة بتعملوا براكتسينج فانتون تولي الامتحان بتاعكم يوم التلاتة الساعة كام ساعة 12 ونص يوم التلاتة الساعة 12 ونص طيب انا ممكن اخليكم الكويس مفتوح لحد يعني الامتحان عشان اي حد عايز يحلو في اي وقت يحلو خليمي بس احط كده يوم التلاتة ده هيبقى خمسة اربعة ساعة 12 ونص جميل تمام يا شباب اتفاقنا انت بقول بقى عايز الافيس او ارز كمان تبقى قبل الامتحان كان لو ممكن لو انا انت قابل عن الساعة البتاع ماشي ممكننا اتنين اليوم اللي قبله بيبقى فاضي يوم اللي قبله فاضي طيب من ناحية المبدأ انا ما عمليش متكلة اه فممكن اخليه اليوم الاثنين دخلنا في رمضان بقى وفيه تراويح وكده فممكن نتعامل بعض صرات التراويح ان شاء الله اشتركوا بردو هامل كده يعني ان شاء الله وابعتهولكم ماشي شكرا حقا جدا ان شاء الله براها 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 ترجمة نانسي قنقر واقعة نقر اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة